اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم يمكن كنت بقول لكم انه واحنا بنتكلم على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا فكنا بنتكلم عن انه والحوار الوطني في النسخة اللي جاية وفي المرحلة اللي جاية هيبقى الكلام يجي 70-80% منه اقتصاد حلول اقتصادية حان الوقت اللي تنفذها هي ايه اكيد هنتكلم مرحلة تانية هي مرحلة المأساسة لحلول اقتصادية قد يراها البعض ملحة قد يراها البعض عاجلة حوار يشكل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الاولى بالتعاون مع الحكومة سؤال بقى التوصيات اللي ان شاء الله هتتنفذ ادي واحد اتنين وقالية التنفيذ تلاتة وهو المهم الاولويات انا حب الاولويات خليني ارحب داخل الستوديو بالضبط الستوديو بضيوفنا الاعزاء سيادة النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين منور حب انا خليك كله تمام ايضا سيادة النائب الدكتور ايمان محسب عضو مجلس النواب منورنا كله قويس طيب خليني هبدأ بما انه بدأت الترحيب باليمين هبدأ السؤال بالشمال في حين انه كل الجالسين هم من يسار المنصة فمش يسار بمعنى ان هم يسارين بس هم من يسار المنصة ان شاء الله يبقوا يسارين وزي الفلو ونكتر كده وتبقى حاجة عظب العظمة هل هي حلول اقتصادية ملحة ام عاجلة؟ سؤال رائع الحقيقة طبعا هي حلول اقتصادية عاجلة جدا جدا وجزء منها ملحة لان تدعيات الامور اللي احنا فيها او الاقتصاد زي ما سدك عارف المصري والعالمي على فكرة احنا مش عندنا ازمة لوحدين الازمة العالمية مش احنا بقول الكلام ده عشان نطبطب على بعض جوا مصر لا الازمة كبيرة امريكا كل يوم بتعالي سعر الفايدة عشان تمتص الغلاء اللي عندها انجلترا نفس الكلام فرنسا نفس الكلام فاوروبا بتعاني اكتر ما احنا بنعاني بابن فيش كلام ولكن طبعا هناك اقتصادية مختلفة شوية واقتصادية صناعية اكتر فالدنيا مش فيها اشكاليات كبيرة زي عندنا ولكن احنا عندنا امور عاجلة الحوار الوطني طبعا عمل جلسة امبارع فورا وحدد جلسات من اول بعد بكرة وبعد وبعد وعلى طول عاجلة جدا عشان نبتدي نفرز بسرعة الحقيقة المخرجات اللي جات لنا الفترة دي وزي ما سبت كنت بتتكلم هل احنا هنتكلم على حلول ومخرجات مثل ما حدث في المرحلة الاولى ولكن ولا هنحط اجندة تنفيذية ده اللي هيحصل المرة دي بنتكلم في حلول عاجلة عشان المواطن لا يتحمل اكثر من ذلك عشان نكون واضحين جدا السيد الرئيس الحقيقة لحق شعب مصر بفطرته الطبعية واصدر هذه الملحمة من القرارات الانسانية في انه رفع حد الادنى من الاجور وانه هو زود المعاشات لتاني مرة خلالتها من شهور بالرغم من وجود أزمة موجودة اقتصادية ولكن ده ما فرقش مع قادة السياسية وخدت قرار عاجل جدا نحو المواطن بشكل مباشر انحازل المواطن فيه فجوة انا كنت عضو لجنة الخط والموازن قبل ما وكيلش لجنة الشؤون العربية وشايف ان فيه فجوة في هذه الكبيرة في الموازن العامة للدولة وبالرغم من كده الرئيس ينحازل المواطن البسيط ويصدر سلسلة نشكر عليها شكر عميق ولكن الحوار الوطني هيعمل ايه الفترة اللي جاية الحوار الوطني بشكل مباشر اقتصاد 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 زي ما سنتك تفضلت في المقدمة قلت حوالي 70-80% من المرحلة التانية هي الظروف اللي فرض لنها يكون اقتصادية هنتكلم على حلول عاجلة جدا هنتكلم على شورت تيرم هنتكلم على حلول تتنفس حدها الأقصى ستة شهور يعني فيه حلول تخلص في اسبوعين وحلول تخلص في شهر وحلول في شهرين وحلول في ثلاثة حدنا الأقصى في المرحلة اللي جاية هي نلحق المواطن بسرعة جدا الغلاء سعر الدولار زي ما سنتك انت بتتكلم والحقيقة انا عجبت جدا بالتقرير اللي فات لان صندوق النقد ما بيهزرش مع حد دي جهة دولية ما بتتكلمش خلاص لا يحبي لا يجامل يعني نفهاش هزار أنا هستأذر عايز أرجع هنا ستة إبا أحمد فاتحي ويمكن أنا من الناس اللي بتتابع النشاط اللي بتقوموا بيه في التنسائية الكثير من المناقشات ندوات ورش عمل إلى آخر وبالتأكيد وصلته لتصورات عن ما سوف تقومون بطرحه خلال الفترة الجاية في الحوار الوطني في مسألة الحلول الاقتصادية ما بين ملحة زي ما قال دكتور أيمن وما بين عاجلة أبرز أولويات من وجهة نظركم إيه أول حاجة بتشرف بوجوده مع حضرتك مع صديقنا عزيز من قبل المجلس زي الدكتور كده يعني احنا سخف أتشرف ميزة اللي موجودة في موضوع التنسيقية أن احنا بناخد الحلول من الشرع فلما نزلنا عملنا دايما معتمدين على فكرة الحوار المجتمعي اللي هو بيصب في الحوار الوطني صحيح فمجموعة كبيرة جدا من الشباب وبالأخاص اللي شغالين في ملف الرواد الأعمال ومشروعات صغيرة كانوا بيسألونا هو ليه ما فيش وزارة للاقتصاد هم كانوا يدارسين قال لك الوزارة دي كانت موجودة في الألفانيات في سنة الفين ويتلغط وكان بيسألوا هل وزارة التخطيط هي المسؤولة عن اقتصادنا ولا وزارة التموين ولا التجارة والصناعة ولا البنك المركزي ولا الوزارة المالية ده شؤال مهم جدا مين المسؤول عن موضوع الاقتصاد في مصر الأهم من ده طي عملية تطبيقه احنا هنطبق ازاي الفكر اللي الشباب بتقوله من ناحية الصناعة مصرية احنا شباب بنصنع عربيات وبنصنع عجل وبنصنع غواصات وبنصنع الصناعات الصغيرة الغواصات قلتوا من الغواصات اه عايز اقول لحضرتك والله انا بهرج شباب في جامعة القاهرة وفي جامعة طانتة وفي جامعة أسيوت بيصنعوا غواصة من الآلف للياء الفكر هنا هيروحوا لمن هو ده كما يعني لما حتى كنا بنتكلم في لجنة الشباب في أوائل المواضيع هلا وهو ملف ريادة الأعمال ودعم الدولة المصرية لهذا الملف اه انا اسف في الكلمة واحنا نتعلمنا في الحوار الوطني وتعلمت قبل الحوار الوطني من التنسيئات الصراحة عشان نقدر نوجد حلول الملف تاية ما بين اكتر من وزارة لو فخمت الرئيس بكرة الصبح سأل الحكومة احنا عندنا كام شاب ادرته كحكومة دعمتوهم تعم مادي ودعم تدريبي وتبعتوهم عشان نشوف على مدار السنين اللي فاتت الشركات دي توصلت لحد فين ما اعتقدش انه هيبقى فيه اجابة برقم صحيح هل ما فيش ارقام فيه ارقام هل ما فيش شغل فيه شغل بس بالنسبة قد ايه لا قليلة جدا وضعيفة جدا تبقى للحوار المجتمعي اللي احنا سمعناه من الشباب المقصود هنا ايه يوسف عشان تبقى المشاهد يبقى سامع الكلام ده احنا محتاجين يبقى فيه وحدة ودي لاطلقها دولة رئيس الوزراء انه بقت فيه وحدة هي اللي بتتابع قبل موضوع الجلسة الجلسة تمت يوم 14-6 14-6 تم انشاء الوحدة في دولة مع رئاسة الوزراء قالوا وهي ان يجمعوا كل الوزرات المعنية بالمشروعات الصغيرة ورياضة الاعمال في كيان واحد طيب انت في تقريرك في الاول قلت حاجة مهمة جدا وعلى صفحة الرسمية للحوار الوطني تذكرت انبارح مين اللي هيتابع ده فكان لازم يبقى الحوار الوطني يبقى فيه مجموعة من مجلس الامنة هي اللي بتتابع مع الحكومة تنفيذ التوصيات اللي طلعت في المرحلة الاولى لو حضرتك دلوقتي يجينا اعملنا حوار مجتمع وده عينا الكوى السياسية تفضلوا حضراتكم احنا عندنا حوار وطني للنسخة التانية اول شؤال هيتسئل اعملت ايه حضرتك في النسخة الاولى مش عايزين برضو نحمل الموضوع واحنا طرف رئيسي فيه طبعا الموضوع كان ماشي كويس جدا ومازال ماشي كويس جدا بس جت فترة في النسخة فترة الانتخابات الرئاسية وده شيء يحسب طبعا للحوار الوطني اللي هو ما تكملش في الحوار عشان فيه تلاتة مرشحين منهم مرشح حزب الوفد متواجد في الانتخابات الرئاسية فما كان شين فيبقى فيه الحوار يعني رايح لشخص فخمة الرئيس دون عن السادة المرشحين تانين فالله حصل أنه تم إيقاف الحوار الوطني من شهر عشرة حتى خلاص مبارح بداية النسخة التانية وده شيء محترم جدا بس دايما الناس بتسأل فين التوصيات التوصيات راحت لجزئين جزء منها راح للسلطة التنفيذية وعلى صفحة رئاسة مجلس الوزراء حطوا خطة زمنية إزاي 130 موضوع راح لهم 133 توصية إزاي هينفذوهم على مدار الشورترم وكمان المجلس النواب إيه القوانين المفروض الأولوية اللي هيتم منقشتها كل ده جميل جدا إن إحنا نسمعه إن إحنا نشوفه عشان لما ننزل للشارع خلال الفترة الجاية يوم التاتي الجاية هتبدأ أولى الجلسات في النسخة التانية فلما الناس هتتكلم عن التضخم وغلاء الأسعار الحمد لله وده شيء برضو يحسب لمجلس أماني الحوار الوطني إن عملها جلسات مخلقة بس معلنة في نفس الوقت ومتخصصة في نفس الوقت التخصصي أن يبقى فيه ناس أكسبرتس ناس خبراء في المجال الاقتصادي عشان يقدروا يحلوا مشكلة زي التضخم وغلاء الأسعار مشكلة كبيرة جدا زي السياعة في مصر الهدف هنا مش أن أنا أحط طرح ورقي طبعا لازم يكون الطرح تطبيقي طبعا وبالتالي لازم يكونوا اللي قاعدين خبرة طبعا مش أنه مثلا يوسف مزيع عنده أحلام طبعا احنا رحين نتكلم على هشوية أحلام ولا رحين نتكلم على مشروعات قيد التطبيق تنفع تدفع طيب هستأذنكم هطلع الفصل في السريع جدا وهنرجع نكمل الكلام مع السادة النواب الوكلاء بالمناسبة كليكم معنا بعد الفصل طبعا أعطيها صدمي وإحنا معنا سبع دقيق فأنا هعمل ثلاثة ونص وثلاثة ونص أنا والله هلاختم ما فيه شقول سلام عليك وأجري هنا هرجع مرة تانية لدكتور أين طيب احنا اتكلمنا على وأنا قطعت الكلام لأسف يعني معلش لكن اتكلمنا على مسألة الضرورات الملحة العاجلة إلى آخر وده عيخلين يمكن أنتقل شوية على مسألة هل احنا على ذكر اللي قلناها بصراحة وإحنا في الفصل أنا عندي الاستراتيجية بتاعة الحكومة ولا نحن عارفينه أنه مجلس الوزراء وأعلن قال يا جماعة احنا بعثنا الاستراتيجية بتاعتنا للحوار الوطني فمما لا شك فيه أنه كل المشاركين قتلوها بحث وكل النواب قتلوها بحثا السؤال هل هذه الاستراتيجية من الممكن أنها تبقى بعض النقاط المضيئة على الطريق ولا أنه هذه الاستراتيجية تحتاج مننا إلى المزيد من العمل بممتال أمانة أنا بعرض لا إحنا نتكلم أمانة ما عندنا نجدها لأنه الحقيقة طبعا الاستراتيجية هي فيها حاجتين كويسين أوي رقم واحد إن أول مرة الحكومة تعلن عن خطة واضحة للتنمية لمدة 6 سنين متقدام دي حاجة كنا مندور عليها في الحوار الوطني إن يكون فيه شكل خريطة واضحة للحياة عشان نقدر حتى نقول صحة ولا غلط وإيه الأهم وإيه الأولويات زي ما ستك تفضل دي أهم حاجة فيه خريطة النهاردة الحكومة حطاها من 24 إلى 30 عندنا هذا الشكل من الاستثمار وهذه المعالجات وهذه خطة التنمية المستدامة في مصر كلام ممتاز جدا لا طبعا في العديد من الإضافات سوف تتم من خلال الحوار الوطني وأول حسنتك في الأوراق البسيطة اللي جاتت في أول أيام كان فيها تعادلات الوثيقة نفسها من خبراء ومن متخصصين وبالتالي إحنا بنتكلم على إضافاتها التم طبعا هتتم أهمها إيه أهمها تققيد وتوضيح وفرز والدخول بعمق كذلك السيد الرئيس قال إلى كل هذه التفاصيل ده مستدتا كنت تتكلم في الفاصل يعني مثلا هم قالوا عن علوان التدخم ونكلموا على التدخم بس ما نقولوش هنحد منه إزاي كلمنا عن رقابة في الأسواق هتتم بأنهي أليه وإيه السرعة في أليه طب والحاجات اللي حطوط بط هتروح فين يعني إحنا بنتكلم في النسخة دي من الحوار الوطني على التنفيذ ليس أكثر وبعدين المشاركة الحكومية التي تم الإعلان أنها سوف تكون كبيرة هذه المرحلة هيكون أنت اللي بينفذ هو اللي قاعد معك على الطويلة يعني اللي قاعد معك على تربست المفاوضات دي أو هذا الحوار هو الحكومة ذاتها وبالتالي القرار اللي هيطلع هو قرار قبل التنفيذ وإمكانيات تنفيذه من عدمها ومدة تنفيذه هتتحط ده النسخة الثانية من الحوار الوطني ودي أهم ما يميزها وده بصراحة اللي إحنا محتاجين ده اللي حيرد على سؤال ستك في الأول هي عجلة أم ملحة طبعا هي عجلة وملحة وهذه الألية هي اللي تعمل كده قبل الحوار الوطني الحكومة كانت جزر منعزلة وكنا دايماً كلنا بنقول الكلام ده الحوار الوطني لا الحقيقة قتل فكرة الجزر منعزلة بنا كلنا قاعدين على مكان واحد اللي بنيتكلم عن الاستثمار بتلاقي هي التنمية الصناعية ممثلة بتلاقي وزارة مش وزارة بقى هيئة الاستثمار ممثلة بتلاقي تنشيط مش عارف السياحة ممثلة بتلاقينا كلنا قاعدين بنطلع بقرار واحد في وقت واحد ومتخصصين المجالات الموجودين بنقدر نوصل لحلول واضحة بشكل منضبط دكرة المرحلة والمرة دي لأ احنا هنقول الحلولة هي طريقة تنفيذها هي والحكومة قاعدة بتسترم المقترحات دي وبتعلق من وجهة نظرها ينفع ايه وما ينفعش ايه وبتروح تنفذ ما فيش مجال للوقت عشان احنا حسين في الحوار الواطني بالمواطن المصري جدا ووصل لنا لنه شريك معنا احنا الاول مرة في هذه القلية الديموقراطية الشعبية المواطن المصري بيصنع قراره يعني النهاردة احنا بنصنع قراراتنا بأيدينا ودي اهم حاجة كنت بتكلم مع أستاذ النائب أحمد قبل الفاصل بقول له كان فين نحوار ده من مئة سنة فاتت من أول ووالله بجاءت من مئة سنة وكان في حاجات كتيرة لازم نسأل عليها كانت فين يا جماعة زرية والله العظيم طب هنا هارجع بسرعة للتلت دا ونص التنين مع سادة النائب أحمد فاتح يمكن فيه منهم حاجة سريعة كده ان قردت ان تجواب عليها بكذا أو كذا يعني وزارة اقتصاد ولا وزارة ستسمار اقتصاد اقتصاد طيب خلاص ده تبقى لأراء السادة المواطنين والخبراء الاقتصاديين لما طلبوا ان يبقى فيه وزارة الاقتصاد ماشي هنا هروح على الآليات وما إلى ذلك احنا وإحنا بنتكلم قلت حاجة مهمة جدا قلت حاجة بقى فيه جلسات فيها الخبراء لمناقشة ده وزي ما كان بيكلم دكتور أيمال لمناقشة ده مع المنفذين ألا وهي الحكومة لكن أنا لازم يجي على بالي برضو يعني أنا مش قادر لازم أروح الحكومة في وجهة نظري اللي حطته في الاستراتيجية أقرب إلى أنا نفسي في كذا أنا ما بقولش الحكومة تحط لي كل التاكتكس بس على الأقل تحط لي رؤوس الموضوعات حتى أستطيع أن أتبين ملامح هذا الطريق ولا إيه هقولك على حاجة يا يوسف وإحنا كلنا شفناه خلال الفترة اللي فاتت لما جينا قاررنا جهاز تنمية المشروعات بموادرة محترمة جدا اسمها إبدأ لما نيجي نطمن الناس ونقول اللي إحنا عندنا كوادر موجودة ومشرفة بمعنى كلمة من الشباب يقدر إن هو يخدم أكبر عدد ممكن في القطاع الصناعي ده شفناه من خلال مبادرة إبدأ إبدأ ليه؟ شباب مصروف عليهم كويس جدا قدروا يجمعوا بعض قدروا يوصلوا ليه السادة نواب المحافظين والمحافظين اللي هما موجودين من الشباب عشان الفكر يبقى مع الفكر ينزل يطبق على طول بنتكلم لغة واحدة طبعا فابتدى كل نائم محافظ ده حصل قدامنا وشفناه على مدار الفترة اللي فاتت كدورنا الرقابي في البرلمان لأن السادة نواب المحافظين هم عارفين احتياجاتهم في الصناعة في المحافظة دي عبارة عنيه فلما ابتدوا يتكلموا مع إبدأ ابتدوا يعملوا حاجة سمع قاعدة البيانات إن فيه جزء كبير جدا من الدولة محتاجها إتاحة المعلومة احنا عندنا إيه ناقص عشان نقدر نكمله فإبدأ عملت ده واشتغلت على ده وابتدت تشتغل على فكرة إنها تعمل مدارس فنية فالليه مدارس فنية عشان التعليم الفني ده من أهم الحاجات اللي موجودة في المجتمع المصري اللي انت تربط الصناعة المحترمة والحرفة المحترمة اللي انت بتشتغل عليها وبتتعلمها في التعليم الفني بمشروعات صغيرة وريادة أعمال وتدخلهم داخل شاري ساب إيس الكلام دوت على الجهاز بقى بتاع تنمية المشروع لما جونا الشباب في الحوار الوطني كانت أول كلمة بيقولها لنا إن فيه مجموعة آه يعني الحمد لله قدرت تستوعب التطور التكنولوجي اللي بيحصل وفيه مجموعة قاعدة جوا في الجهاز اللي يابد من أعادة التأهيل والتدريب ليهم مش عارفين إحنا البروبوزول اللي احنا بنقدمه عشان ناخد تعم مادي للأسف هم مش على دراية كاملة بالمشروع المحترم اللي احنا داخلين به طب إيس بقى الكلام دوت على المحافظات ده انت بتتكلم بقى على القاهرة إنزل بقى على جهاز تنمية المشروعات فيه مختلف المحافظات فيه منهم اللي نقول لهم متشكرين اللي انتوا فعلا بتذكروا شاطرين واللي انتوا فعلا بتقدموا خدمات للناس فيه منهم الناس اللي لازم لا يعني ماينفعش يبقوا موجودين في العصر اللي وانتكلم على جمهورية جديدة ماينفعش الموضوع دوت بالشكل ده طب إيه اللي أنا بقوله ده ليه عشان لما دخل إبدأ مع جهاز تنمية المشروعات أنا مش دخل في المقارنة بقول مين أحسن التالي بس اللي احنا شفناه ونتائجه على أرض الواقع هي بيينت ان احنا عندنا قوة اسمها إبدأ والمفروض ده يتحول أنا بقوله حقيقة هوكة من الشباب واللي اسمعناهم يتحول لمشروع قانون ان ده يبقى فعلا المبادرة اللي قدرت تخلق رواد أعمال قدرت تخلق مشروعات صغيرة وقدرت تخلق صناعات ما كناش بنتخيل ان احنا فعلا نقدر نستوردها من بره وان احنا نعتمد على انا عارف ان انا ثلاث دقائق ومستخلاص بتخلاص بس الغرض الرئيسي ان احنا مداما عندنا شباب كوف بره خارج الصندوق الدولة المصرية لازم تدعمه وهو الدعم جايل لهم اساسا من فخامة الرئيس الجمهورية فعايزين من الشكل المحترم ده مليون ابدأ ابدأ ما مش في الصناعة ابدأ في الملف الطبي ابدأ في الحمال الاجتماعية ابدأ في مليون ملف عشان دي مبادرة نكحت لابد من دعمها من كل الاتجاهات سواء الاتجاهات السياسية او المجتمعية خليني وانا بشكركم هتذكر زمان اول ما اشتغلنا يمكن كلنا انا واحمد اشتغلنا زمان في شركة كبيرة جدا انا اتذكر لما انا رحنا الشركة دي فكان نظرة المجتمع علينا ان احنا شوية عيال لسا متخرجين من الجامعة جدد وان ايه شوية العيال اللي هتدور شركة بهذا الحجم ودي كانت اكبر حجم موجود في مصر وقتها كان حجما ملياريا فالترياء علينا فاصبحت واحدة من كبريات الشركات واحدة من اعلى وانجح الاسهم اللي موجودة في البورصة في دايما المفهوم بتاع الاجهة نفس القصة مع دكتور ايمان عشان برضو كنت مشاركا في نوع نفس دات الصناعة دعاية والاعلان برضو نفس القصة جيل جديد داخل على الاعلانات والدعاية بشكل مختلف تماما فيتقال ايه دول هم بيعملوا ايه وبعدين تكتشف ان هذا الجيل هو اللي غير مفهوم الدعاية والاعلان في مصر بل واصبح هو القاطرة اللي غيرت المفاهيم في الشرق الاوسط كله ودي حقيقة برضو وتحسب ايضا لهذا الرجل لانه واحد من رواد هذا التغيير يا جماعة علشان انا عارف اللي هيتقال على طول دلوقتي انتو عايزين تتعاملوا معانا كخيل الحكومة يا عم خيل الحكومة دي كلها على عينه على رصنا لا محدش خيل الحكومة انتو ناس عملتوا كل اللي تقدروا تعملوه وبزلتوا كل الجهد الممكن بس وسع مساحة سيب الشبان الجداد بطريقتهم وبافكرهم وبجرقتهم وبقوتهم واحيانا بتهورهم علشان يبدعوا واحنا هنعد نقوم حواليهم يعني لا خلي بالك دي بقى اللي اسمها على فكرة متعورة ما تيجي نعدلها بس ما تكبتش على نفسه من ببقى صديش وقت عائل ما بتعرفش لا العائل دي زي الفل بصراحة يعني ما اقول لك ايه طيب يا يا جماعة جمال عبد الناصر الله يرحمه لما تولى الحكم كان في منتصف التلاتينات ده مثلا براك اوباما كان رجل في مطلع الاربعينات وهكذا ايه لماسك هنروح بعيد ليه عمل كل الامبراطورية دي وهو تقريبا قدي يا رجل ده انا طلعت خيب خالص كل الشكر ضيوفي الاعزاء اشكركم جدا 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 سادة النائب سادة النائب دكتور ايمان محاسب نورتوني وشرفتوني ونتمنى باذن الله ان الحوار الوطني في نسخته القادمة يوم الثلاثاء القادم يكلل ويمنى لكل نجاح وتبقى يعني مش ادينة خفيفة على الحكومة انه يتسع صدر الحكومة قدر الاستطاعة وسعوا صدركم احنا في النهاية كلنا عايزين مصلحة البلد دي